موسيقى أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من المشهد اليمني موسيقى يتحمل الأطفال في اليمن وزر غيرهم جوعا وقتلا وحرمانا ونزوحا فمنذ سيطرة الميليشيا الانقلافية على العاصمة أواخر عام 2014 تضاعفت الانتهاكات بحق الطفولة وقضى الألاف من الأطفال تحت القصف وحرم من نجى منهم من التعليم والرعاية الصحية فيما جندت الميليشيا مئات الألاف من الأطفال وزجت بهم في المعارك الحامية الساخنة كما تسببت أيضا في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين طفل وما زالوا حتى الآن معرضين للمجاعة والأمراض الفتاكة مليون ونسبة المليون نازح من أطفال اليمن يعيش أحمد راجح في مدينة مأرب مختزلا رغم طفولته معاناة شعب بأكمله فحين قتلت الميليشيا الانقلابية والده وحاولت تجنيده في صفوفها كمئات الآلاف من الأطفال الذين تتخذهم وقود معاركها ترك داره ومدرسته ليصير ضمن ضحايا النزوح معرضا للأمراض في مخيمات تفتقر لأبسط مقاومات الرعاية كانت دونا شعارات ونحن نصرح حتى ليلة بجونا ولا كانوا يقبضوا بعضهم يلبجوهم يسرحهم جبه سرحهم صنعاء ولا عاد يردوهم صلاة بلادهم يقبضوا واحد مرة وصرحوا صنعاء ولا عاد يردوهم لأبع ثلاثية كم عمره صغير؟ عشر هذا من البلاد الحوضة عوروني كان يضربوا على المدفع والكوادي الشومية تؤكد الإحصائيات أن اليمن مجتمع فتي تشكل الطفولة أعلى فئاته العمرية إلا أن هذه الفئة لا تعيش كأطفال العالم ففي حين أشارت اليونسيف أن 2 مليون طفل لا يجدون التعليم يتهدد الموت أكثر من هذا العدد ضمن دائرة سوء التغذية والتعرض للأوبئة عوضا عن من فقدوا أرواحهم جراء قصف الميليشيا على الأحياء السكنية في أكثر من محافظة أبرزها تعز تفقد الطفولة قيمتها في اليمن وتحضر الانتهاكات بحقها مسجلة أرقام قياسية ومع استمرار الحرب يتضاعف أعداد الضحايا أي مستقبل ينتظر اليمن والطفولة فيه تتعرض لكل هذه الانتهاكات سؤال مرهون بعامل الزمن وانتهاء الصراعات محمود الحميدي لبرنامج المشهد اليمني ترجمة نانسي قنقر أيها الأخوة للحديث عن موضوع هذه الحلقة معي في سدر البرنامج المحامي والمحل السياسي لأستاذ فيصل الميتي مرحبا بك أستاذ فيصل مرحبا بك أستاذ فيصل عندما نتحدث في الواقع عن طفل اليمن نتحدث عن الأسرة الأسرة حقيقة وإذا كنا نتحدث عن مليوني طفل مهددين الآن بالجوع والقتل والوباء وهذه الحقيقة المعاناة القاسية فأيضا خلفهم مليون أم أيضا هي تعيش المعاناة والمأساة نفسها أنا أريد في الواقع أن نقف عند هذه الصورة الآن تحدث عن هذه الصورة فعلا الواقعية الآن في المشهد اليمني تعلق بالأسرة والطفل تحديدا نعم أشكركم على هذا اللقاء وتحياتي لك والمشاهدين الكرام الواقع سيد الكريم أن الوضع بالفعل السعوداوي ومؤلم أكثر مما يعتقده ربما البعض يعني دعني أعطيك أحدث الإحصايات على الأقل في كضحايا للميليشيا إذ أن التحالف اليمني لرصد الانتهاكات سيئلة وقدم في جينيف في الجلسة المقامة حاليا أرقام مفزعة فقط لهذا العام تحدث عن قرابة 80 طفل فقط قتلوا خلال خمسة أشهر خلال خمسة أشهر؟ فقط من يناير حتى طبعا القتلى ذكر أنهم 440 ضحية فقط خلال خمسة أشهر إضافة 80 طفل أنا أتحدث في خمسة أشهر وليس الحصيات بشكل عام و35 امرأة تعز طبعا استأثرت على العدد الأكبر تقريبا ما يقارب 130 ضحية خلال ثلاثة أيام فقط نحن أمام حقيقة هجمة شرسة اليونسيف ذكرت أن حوالي 2 مليون و 500 طفل يعانون من سوء تغذية حاد تحدثت عنه أنه يموت طفل كل عشر دقائق نظرا لوجود أمراض يمكن الوقاية منها مرض الكوليرا يزحف بشكل مرعب بسبب طبعا ممارسات لأسف سيئة من ضمنها عدم تسليم المرتبات لعمال النظافة وهي مبالغ زهيدة لم تقوم الميليشيا بتوفير هذه المبالغ أيضا القطاع الصحي منذ 8 أو 9 أشهر لم يستلموا رواتبهم أيضا بسبب استيلاء الميليشيا عن ما يقارب 5 مليار دولار كانت هي احتياطية البنك المركزي وتقوم بصرف والتصرف بهذه المبالغ للجماعة بالإضافة إلى ذلك عدم وجود عامل لنظافة تحديدا في العاصمة صنعاء القوامة تراكم وكل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا مع نزول الأمطار نحن أمام كارثة حقيقية علاوة على ذلك المركز الملك سلمان عجل بإرسال ما يقارب 400 طن من الأدوية وستلمتها منظمة الصحية العالمية لكنها حتى هذه اللحظة لم تقم حتى بتوزيعها إلى المناطق وهذا حقيقة يسبب في تأخير هذه كانت بعد النداء الأخير توجهت الحكومة الشرعية أن صنعاء منكوبة وأن هذا الوباء انتشر بشكل كبير وكان في توجيه من خادم الحرمية الشريفين عامل سلفان وبدأت انطلقت حملات حقيقة فيها من هذا صدقت لم تصل إلى الآن حتى وصلت إلى عدن لكن في مخازن منظمة الصحة العالمية لأن مركز الملك سلمان يتعامل مع المنظمات الدولية ومع الحكومة طبعا لكن في كل الأحوال حتى تصل إلى المناطق حقيقة دعنا نقول بكل أمانة مركز الملك سلمان هو الذي يتحمل على عاتقه عملية الإغاثة بشكل عام تأتي بعد ذلك جمعية الهلال الإماراتي وقدمت أيضا أطنان وكذلك الإغاثة الكويتية لكن الأسف الشديد أنا أقول أن بعض منظمات ووكالة الأمم المتحدة هي التي تتأخر وربما يعزو إليها البعض ربما ما يحدث تحت الطاولة بينها وبين الميليشيا وتقوم الميليشيا بالإسطلاع على هذه الأدوية أو توصل القليل والنزر القليل منها وتبيع بعضا منها في السوق السوداء والبعض منها يتم إيجاده في الجبهات توزع كمجهود حربي نحن أمام مأساة كبيرة يزيد من خلالها معاناة الأسرة والطفل الأرقام مرعبة بشكل كارثي فعلا يؤدي إلى حسب منظمة الصحة العالمية وحسب اليونسيف وحسب تقارير المنظمة الديولية إلى التقزم ويؤدي حقيقة إلى أضرار كبيرة جدا بالطفل مسألة كما ذكرت أنت وكما ذكرت تقريركم مسألة تجنيد الأطفال أرقام مرعبة يعني يكفي أن تعرف حتى الآن يجندون الأطفال إلى الآن مستمرون بل هي الآن تستطيع أن تقول أنها السوق المزدهر الآن صحيح أن بدأت القبائل الآن ترى أن أطفالها يعودون يعني قتلى وجثث والبعض منهم حتى يعني البعض يتحدث عن النوم يأتوا بجنازات وهمية ليهم الأب بأن طفله استشهد لكن الأب لا يعلم عن أطفاله شيء هناك استغلال مرعب لهؤلاء الأطفال البعض يتحدث حتى عن استغلالات لا أزل استغلاغات أو دعني أقول استغلاء للطفولة يعني دعني أقول لا أخلاقي تحدث إشكالية كبيرة في هذا الجانب وضع الطفولة مرعب يريدون أن يغريوا لليمنيين جيل مشوه يعاني نفسية من أمراض نفسية لأنك تعرف أنهم حتى يستخدمون الأطفال ككشف للغام يعني هذه حوادث حقيقية كشفة الألغام أو ربما كشفة لإطلاق النار عندما يطلقونهم في مقدمة الجهود هم الذين جرعوا الأرض الغام منهم؟ من الذي لقم الأرض؟ هم طبعا بكل الأحوال هم الذين يجرعون الألغام وهذا هو من أسباب عدم التقدم في الجبهة لكن مع ذلك حتى كشفة لإطلاق النار بمعنى عندما أنت الآن تريد أن تذهب إلى منطقة فيها الخصم فإنهم يقدمون الأطفال لأنهم لا يبالون بأرواح هؤلاء الأطفال التكاليف استكشاف إذا كان هناك قوات مضادة كذا يعني يصبح أنهم أهداف بالضبط في مقدمة الجيش لأن الجيش في نية الأمر يتعامل مع الخصم ولا يستطيع أن يفرق خصوصا في الليل يعني عندما تأتي قوات متقدمة فإنه بكل تأكيد سيتعرض هذه القوات لإطلاقنا فهم يقدمون من؟ الأطفال الأطفال عاطفيون غالبا ما يختطفونهم حتى من الشوارع من مدارس الأيتام من الملاجئ يأخذونهم عنوة من آبائهم يلزموا بعض الأسر التي لا تقدم أطفالها يعني تضحية للسيد بأن يدفعوا مبالغ تصل طبعا باليمن إلى مبالغ مئة ألف ريال نحن أمام مشكالية حقيقية حتى المنظمة للأسف لم تقم بدورها كما ينبغي وتكشف هذه الأرقام كما هي ذكرت 35 أيضا خلال الشهرين 35 أم أيضا أو امرأة 35 أمرأة نعم هذا حسب التحالف اليمني هذا خلال 5 أشهر خلال 5 أشهر فقط هذه منازل أيضا الآن فقدت الأمهات واصبحت الآن مشردة بكل تأكيد عندما تفقد أنت الأم وتقصف لأنه للأسف المصفى الطفولة هذا طبعا كانت ما الذي يحدث الآن عندما تقوم مثلا الميليشيا بقصف عشوائي بالأسف للأسف الشديد بأسلحة يفترض أن لا تستخدم في المناطق المدنية كالكجيوشة كالقصف المدفعي كقصف الدبابات لدينا ما يسمى بقواعد الاشتباك وهي واردة في اتفاقية جينيف تحديدا موقع عام 1949 هذه الاتفاقية تتحدث عن قواعد محددة من ضمنها عدم استخدام الأسلحة العشوائية في المناطق المدنية خصوصا إذا لم تكن مواجهات حقيقية بين الجيشين فيتم قصف هذه المناطق فتنزل على رؤوس السكان فيكم فيها الأم وأطفالها وتقصف حتى النساء إذا ما خرجنا يتدبرنا جؤونهن في الأسواق لأنك تعرف مسألة الحصار خصوصا في مدينة تعز إذن تفقد الأسرة الأطفالها وتفقد أيضا الأم وبالتالي يتعرض أطفالها أيضا لليطمو ولا يجدون من الرعاوة صحيح ما تجد فيه تعز وحصل أيضا فيه أكثر من بعض المدريات حقها تابع تعز وتابع الحديدة يعني فعلا هناك حصار على المدينة وبالتالي قصف المدينة يعني هذا القصف يعني يستهدف المنازل البيوت البيوت ما فيها إلا أطفال والنساء يعني الحصار لمدينة تعز من شهر ثمانية الفين وخمسة عشر تتحدث عن أكثر من سنتين حتى ثلاث سنوات قل والأمم المتحدة لم تتحدث بهذا الأمر إلا يعني بمناسبة بسيطة معانا التحالف يتحدث وقدم تقارير والمنظمات المحلية قدمت تقاريرها منع وكيل الشؤون الإنسانية من الدخول إلى مدينة تعز من قبل الميليشيو ومع ذلك يحاول التغطي عن أفعالها يتم قصف المدينة تحديدا من التباب يعني المرتفعة لمدينة تعز ما يسمى بثلة سوفيتيل وتلة السلال يتم قصفها بشكل عشوائي واستقبل رمضان بمجازر سقط على إثرها أطفال كما حصل في العام الماضي أيضا والعام الذي سبقه نحن أمام مجازر حقيقية تعز تباد بشكل مرعب ولكن المجتمع الدولي لا يتحدث مطلقا يتحدث فقط عن ميناء الحديدة الذي تسعى الشرعية من خلاله إلى منع تهريب الأسلحة إلى فك الحصار عن مدينة الحديدة ذاتها تعرف أنت أن المجاعة الآن في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الانقلابيون وفيها الميناء وأيضا يمنعون وصول المساعدات لمدينة تعز التي تأتي عبر كما ذكرت لك الملك سلمان فتسلم مركز الملك سلمان فتسلم للمنظمة الدولية التي يفترض أن تذهب إلى المناطق المحاصرة ومنها مدينة تعز لكن تمنع هذه الشاحنة آخر شاحنة كانت 21 شاحنة تم منعها من الدخول وقبلها 65 شاحنة إذن هناك استهداف للطفولة بشكل ممنهج للمرأة للمدنيين ومع ذلك لا حياة المنتولات الصورة النفسة تنطبق على صنعاء حقيقة صنعاء هي تحت أيدي الانقلابيين وفيها علي عبدالله الصالح موجود المخلوع موجود فيها وكل فترة يظهر فيها كارثة يعني ظهرت المجاعة ثم ظهرت الكوليرا ثم ظهرت وما زالت هذه البدينة يعني لا نشهد فيها من قبل هؤلاء مواجهة هذه الأزمة بالأكس يعني كما تفضلت يعني منع الإمدادات الطبية ومنع الإمدادات يعني هذه العقلية هذه ماذا تريد يعني من الطفل اليمن تريد أن تبيد الطفولة في اليمن تريد أن تبيد مستقبل اليمن من خلال أبناء وأطفالها هي لا تمانع بأي شيء طالما هي ستستمر كسلطة أمر واقع وسيستمر مزايا الحكم هي تريد فقط مزايا الحكم وتريد أن تغتصب هذه السلطة رغما عن اليمنيين ورغما عن الشرعية المحلية والدولية والإقليمية ومع ذلك ما هو الهدف أخي العزيز قلت لك حتى مجرد رفع القمامة لا تقوم به الآبار يعني الآن أصبح الناس يحفرون آبار عشوائية تؤدي هذه الآبار أنها تؤدي إلى التلوث موجودة القمامة بشكل مرعب للأسف الشديد حتى تختلط الأمطار بهذه المياه الملوثة فيسألكوا الناس يرفضون حتى كما قلت لك تسليم المرتبة وهي مبالغ زهيدة جدا مقارنة بما يقومون بلا فيهم والمقاتلين التابعين لهم كذلك يمنعون حتى مرتبة الأطباء معانو الميزانية التي أخذوها من البنك كانت مرعبة جدا بالتالي أيضا يقومون بتستر بهؤلاء المدنيين يتخذهم كدروع بشرية ومن ثم تحدث حوادث بكل تأكيد تعرف أن الحروب تؤدي إلى ضحايا لكن أنت عندما تأتي وتضع الأسلحة بين المدنيين ولا شك أنه للأسف سيتعرض هذه المناطق ربما رد الخصوصا إذا تم استهدافه من خلالها نحن أمام إشكالية كبيرة الحوثيون أصبحوا يتمنطقون بيئة المدنيين ويحتاجون إليهم أكثر مما يحتاجون المدنيين إلى إغاثتهم حتى المستشفيات أكبر مستشفى في العاصمة صنعاء طبعا الثورة إضافة إلى مستشفى الجمهوري يمنعون من أصدروا تعميما بعدم قبول الأمراض بالكوليرا في هذا المستشفى لماذا؟ قالوا لأنه يقوم بمعالجة المجاهدين واللجان الشعبية يقصدون ميليشيات الحوثي يعني فئتهم هم يعني طائفتهم بالضبط هذا واضح يعني بهذه الصياغة يعني بهذه الصياغة أن هناك نوع من التمييز ضد الناس فليهلك الناس فلتنتهي اليمن فلينتهي المواطنون الأهم هم بقاء مقاتليهم وبقاء الأسلحة التي تأتيهم من إيران وبقاء حكمهم فلينتهي اليمن فلتنتهي المنطقة ولينتهي العالم أهم شيء أن تكون الميليشيات مسيطرة على أرض الواقع هم يتحدثون عن حكومة عن مجالس سياسية مع المخلوع أيضا يتحدثوا بلوء هم يتحدث عن وجود دولة ونظام الآن لكن عندما نجل التفصيلات التي أشرت إليها لا نسى كيصل لما نجل مثلا وما في رواتب يعني دولة بلا رواتب يعني العاملين معها يعني يجدون مثلا يعني الشيء التي أشرت لها في المستشفيات يا رجل أنت تتحدث عن أشخاص كهنة ليسوا رجال دولة عصابة يعني عصابة بكل معنى الكلمة ما الذي يحدث؟ هم يعني بكل وقاحة يأتون في إعلامهم ويطالبون الشرعية والتحالف بدفع الرواتب يعني بمعنى أنهم تنكرون الشرعية وشرعية الرئيس وتقولون بأن هذا عدوان لكن تقولون فليدفعوا لنا الرواتب لماذا لا يدفعون الرواتب؟ وعذرهم الوحيد أنه تم نقل البنك المركزي ما هم استمروا بالسيطرة على كل السيولة نقل البنك المركزي للأسف الشديد وتأخرت الحكومة نقول لها بكل صراحة إلى أن أصبح مفلسا الآن الحوثيون بعد أن أفلسوا البنك المركزي وحتى المؤسسات الإيرادية كمؤسسات الاتصال المؤسسات جرى تنظيفها تماما من العملة ومن الأموال سواء الأموال الصعبة حتى اعتدوا على الوديع السعودي التي تركتها ومعروف في القانون المصري في أن لا تأخذ هذه الوداع لأنها فقط لحفظ العملة ومع ذلك اعتدوا على قيمة العملة اعتدوا على 300 مليون من هذه الوديع أنت تتحدث عن إقراءات للأسف الشديد تحصل كما قلت أنت تماما توصيفك بأنها عصابة لم تستطع أن تتحول إلى دولة ماذا عن موضوع الاتجار بالطفولة هل تأكدتم من هذه المعلومات هل تابعت الحكومة الشرعية هل هناك شيء من هذا في الاتجار في الطفولة في هذه الفترة هو للمشهد مملوء بالتجار الحرب أنا أقول أن في الأساس أكبر تجارة في الطفولة هو جعلهم وقودا للحرب أنت تتحدث عن كان في عام 2013 التسرب من المدارس تقريبا 20% إلى 29% الآن أصبح ما يقارب 50% بعد أن حولوا المدارس إلى ثكانات عسكرية يذهبون إلى المدارس وأنا كنت أقرأ موضوع قبل أن أأتي إليك أن أحد طلاب الثانوية العامة قال بأنهم أتوا إليهم وهددوهم إن لم يلتحقوا بالجبات وإنه سيتم اقتطافهم بالقوة تتصور الآن يعني الطلاب في الإعدادية يعني يتم تجنيد التقارير تقول أنه من ثمان سنوات إلى 17 سنة يتم تجنيد هؤلاء الأطفال ثم يأتون إليهم ويقولون لهم بأنكم ستذهبون في يعني إما لحراسة الأماكن إما ستذهبون في نزه وسنعطيكم ألعابا وسنعطيكم والذي قد يعقل قلينا يقول له سنعطيك آلك لشمكوف فيتفاجئ بأنه في مقدمة الجبهة ولا يستطيع العودة أكثر من مرة هناك أطفال حقيقة تم اختطافهم ومسقتهم المقاومة وكذلك عند التحالف والآن يجري بالمناسبة افتتاح بمعاونة التحالف مراكز لإعادة تهيئة هؤلاء الأطفال نفسيا وإعادة هيكلة أفكارهم بحيث أنهم يعيدهم أيضا للمدارس مراكز نفسية نحن أمام كارثة ومذبحة للطفولة كانت المنظمة الدولية دائما تركز على اليمن فيما يسمى بزواج القاصرات فيما يسمى بيعني التجنيد الأطفال الآن يذبح الأطفال والقاصرات تذبح ولم نسمع هذه الأصوات الأطفال مفزعة أستاذ الفاضل قتلها أسهل من زواجها قاصرة بالضبط هذا المعيار لكنهم لا يتحدثون هذه القاصرات التي تذبح والأرقام حقيقة مرعبة وعندما نتحدث عن إحصائيات نتحدث عن النزر القصير أو النزر القليل الذي تمكنت من خلال المنظمات أن توثقه لأن التوثيق العلمي في الأساس يعتمد على شهادة أهالي الضحايا أو الضحايا إن وجودوا أو ربما شهادات موثقة لجيران هؤلاء وبالتالي يقتضي توثيقا علميا ونحن نتحدث عن أرقام علمية الآن أما الأرقام الكثيرة جدا والتقديرية حقيقة فتفوق هذه الأرقام تستطيع أن تقول أنه تم ارتفع التجنيد إلى ربما 500-600% من الأعداد التي كان يتحدث عنها المجتمع الدولي سابقا التحرك الحقوقي إلى أين وصل؟ التحرك الحقوقي للأسف الشديد الآن مقتصر فقط على محاولة إثبات الواقعة والجريمة وإثبات هذه الأرقام من خلال التدوين والتوثيق وتقديمها للمنظمة الدولية تحديدا في إنعقاد مجالس حقوق الإنسان التي تتم كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر كنظام اجتماع الدول لمجلس حقوق الإنسان عند الاجتماعات وتقدم بشكل واضح لأمام هذه المنظمات لكن للأسف الشديد كل ما يتم هناك فقط التجديد للقناة حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان المعنية بهذا الأمر حتى هذه اللحظة لم تقدم أي دعم للجنة الوطنية المكلفة من الصادر بها قرار جمهوري وهي مستقلة تماما كما أن الحوثيين في الأساس لا يسمحون للجنة هذه بمباشرة التحقيق في الأماكن التي تقع تحت سيطرتها ومع ذلك المجتمع الدولي ليزار صامتا منظمات الطفولة كيف هي جودة؟ أصبحت منظمات الطفولة في الأساس مستهدفة من قبل ميليشياء الحوثي تنظر لهذه المنظمات باعتبارها ستكشف الحقيقة أنت إذا أردت أن تقتل الحقيقة فعليك أن تقتل الشاهد فهم الآن يستهدفون هذه المنظمات خصوصا المنظمات التي تقدم تقاريرها بمهنية هؤلاء يريدون فقط منظمات تتحدث بالصوت الواحد تتحدث فقط عن ضحايا وربما أخطاء ما يحصل من الجيش الوطني وربما إن حصلت من الطيران يقومون بتضخيم هذه الأرقام وتقديمها لمجتمع الدولي المجتمع الدولي يأتي ويضغط ويقول هذه أرقام وهذه المنظمات لكن عندما تأتي منظمات مستقلة وتتحدث وتنقل الواقع فإنه للأسف الشديد لا يتم التعامل بها الآن لا يوجد في صنعة وفي المناطق المسيطرة عليها حوثيا أي منظمات مستقلة بالمعنى القانوني بالمعنى الحقوقي لا يوجد حتى للأسف الشديد وكالة الأمم المتحدة تقتصر تواجدها فقط على صنعة لم تنزل حتى هذه اللحظة إلى تعز أي منظمات من وكالة الأمم المتحدة فقط زيارة تبقى تقريبا أو زيارتين لوكيل الشؤون الإنسانية والمدينة دك ليل نهار حتى في عدن أيام حصارها منذ شهر مارس 2015 حتى هذه اللحظة لم تكن تنزل أي منظمات الآن ربما الحكومة الشرعية طلبته أكثر من مرة وفي أكثر من رسالة أن تنقل هذه المنظمات مقارها من صنعة إلى عدم باعتبار أن الحكومة متواجدة هناك وهذا عرف دبلوماسي وعرف قانوني أن تنتقل هذه المنظمات مأرب أقرب أيضا للخط المواجهة يعني أيضا أقرب من عدن يعني مأرب ممكن أيضا أسفاد مأرب ممكن أيضا من كل المناطق حتى جزء كبير من تعز أيضا ممكن يكون هذه المراكز لهذه المنظمات وأن تكون بدورها هو متعارف أن تكون المنظمات في الأساس في الأماكن التي يتم انتهاك حقوق الإنسان فيها صحيح الآن لا يجد في تعز أي منظمات فقط حقيقة يكتفون بالمشاهدة ويأتون بالنزل القليل من خلالها حتى التقارير التي ترفع عن مدينة تعز ترفع بطريقة مشوهة تماما وتتهم من خلالها الجيش والمقاومة ولا ينقلون الحقيقة لما يحدث يعني تسقط الطفولة المدينة أصبحت سالينجراد من حصار يعني تلك المدينة حصلت يعني ستة أشهر أما مدينة تعز فنحن نتحدث عن ثلاث سنوات الآن نعم طيب فرصة خروج هؤلاء من مراكز التدمير هذه حقيقة هي للمراكز المناطق الأمنة متاحة لهم الأطفال والنساء والأسر أم أنهم أيضا يمنعوا حتى من الخروج أنت تتحدث عن مدينة إذا أردت أن تنتقل من جهة إلى جهة ربما إلى سبع ساعات حتى تصل أنها ربما المديريات ربما المديريات ربما المحافظات الصغيرة طبعا أنت أعز غير يعني أربع مليون أو خمسة مليون يعني من الصعب فعلا أن تتحرك ولا يمكن أن نتحرك لكن المديريات المناطق التي تتعرض إلى مثل هذه الإبادة حتى في صنعاء الآن أما يستطيع الأسر والأطفال في صنعاء يخرجوا يخرجوا لمديريات نهم المحرراه للقطاعات التي تحت سلطة الحكومة الشرعية يبتعدوا عن هذا الابتزاز والقتل هو بنسبة لمدينة تعز طبعا نزحت كثير من الأسر الخارج المدينة وهي ربما المدينة الأولى من حيث النزوح يتحدث البعض عن نزوح 300 ألف يعني إنسان من هذه المدينة بين طفل وامرأة وشخص عجوز لكن للأسف الشديد لا يجدون من الرعاية الكاملة وهذا الأمر حقيقة يتحمله صحيح العكومة الشرعية لكن يتحمله المجتمع الدولي باعتبار الأمم المتحدة في الأساس بديها وكالة إغاثة مدينة الحديدة فيها كثير من الإشكاليات وبالتالي إذا ما وجدت تعتقد لا تجد في اليمن حتى مخيمة بالمعنى الحقيقي لرعاية هؤلاء ومن ثم إذا قام المجتمع الدولي حقيقة بدوره وصدقني أن الكارثة الإنسانية في الأساس لن تزال من اليمن إلا بإزالة أسبابها وهو الإنقلاب إن أردت أن تعود الحياة إلى طبيعتها وينتهي هذا الابتزاز فيجب بالفعل أولا تهرب الأسلحة الإيرانية يعني الشريان الحياة في المعنى وحتى الدعم اللوجيستي تم الاستيلاء عليه وبالتالي حتى إن قلت يخرج هؤلاء فمن المساعدات أين ستصل؟ حتى إن قدمت من بيولة التحالف مساعدات تأتي عبر الأمم المتحدة ثم تسلم لمن؟ لسلطة الأمم المتحدة شكرا لك وأنا أشكرك أيضا إذن أيها الأخوة شكرا لضيفي في حلقة ليلة من المشهد اليمني المحامي والمحل السياسي الأستاذ فيصل المجيدي تحية لكم من فريق البرنامج ونلتقى إن شاء الله في حلقة أخرى مع المشهد اليمني في نمان الله موسيقى 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 موسيقى